هو كان مقترح أيضا ورفعته وزارة التربية إلى الأمان العمل لمجلس الوزارة وتم الموافق على إلغاء الأحياء والتطبيقي والعودة إلى الفرعين العلمي والأدبي هو ليس بتجربة فاشلة بقدر هي ما نجحت خلال هذه الفترة بممكن أنه عدم تهيئة الأسباب أو تهيئة الأرضية الملائمة لهذا النظام اليوم ممكن هو شخص منذ البداية يتخصص بتخصص أو بمجال وفق أفكار أو وفق ميولة العلمي باتجاه التطبيقي أو باتجاه الأحيائي أو باتجاه الأدبي لكن ممكن كانت الظروف ما مهيئة بشكل كامل خصوصا خلال السنوات الأخيرة بالتالي ممكن أنه عودت العمل بالنظام العلمي والأدبي كان من المفروض أن عندما يطبق هذا التطبيق والأحياء ممكن يجب أن يتوفر مختبرات كبيرة مثلا معامل حتى يكون التخصص أكثر دقيق من هذه الناحية يعني المدارس البنية يعني غير مهيئة المدارس وغيرها لتطبيق هذا النظام بالتأكيد هو هذا الحديث عني يعني احنا ما نقول أنه التجربة فشلت بقدر ما هي لم تنجح بشكل جيد أو وفق ما مخطط إلى خلال هذه الفترة يعني ممكن أكوميولات لأشخاص منذ البداية هو التخصص من يكون منذ البداية أفضل مما أن يكون الطالب قد يشتت بأمور أخرى أو قد يضيع فيه أمور أخرى يعني على سبيل المثال تشوف طالب ممكن شاطر جدا بالرياضيات لكن ممكن يكون بالأحياء ضعيف جدا ما يقدر يحصل الدرجة الكاملة هنا قدراتها لا تبرز في الرياضيات لأنهم يعني مشغول بأشياء بالتأكيد بالتأكيد لذلك هو كان يعني بمثابة أن يتخصص الطالب منذ البداية وفق ما يكون أنه المسل والفكري والذهني طيب أستاذ حيدر كيف أثر التطبيق والأحياء على الطلب الأسيمة فيما يخص القبول والمعدلات أكيد كان هناك ممكن يعني في بعض الأحيان تأثير التطبيقي عن الأحيائي يعني إحنا اليوم نتحدث الأدبي خلص يعني ما عدنا إشكال بالأدبي هو موجود لكن الأحيائي والتطبيقي هو أيضا قسم هناك كليات ممكن تقبل الاختصاصات الهندسية بما يخص التطبيقي وأيضا كليات أخرى كانت تطبق وتقبل الأحيائي على وفق هذا التخصص يعني المجموعة الطبية وغيرها هو أيضا منذ البداية لكن يعني بكرت بالبداية أنه لم يلاقي النجاح الجيد وفق ما مخطط ووفق ما مرسوم طيب أستاذ حيدر يعني سيطبق القرار من العام المقبل ليس هذا العام نحن بدأنا فيه الدراسة من العام الذي يليه هنا طلب الذين يعني معيدين للسنة الدراسية وخاصة أنهم هذه السنة سيكونون في الصنفين الأحياء والتطبيقي كيف لهم أن يكملوا في العام المقبل لا هو إذا كان هو صف خامس أعدادي خامس تطبيقي والعام المقبل ورسب الخامس التطبيقي هو رح يكون خامس علمي هو بحد ذاته يعني ما رح يتحول إلى أدبي أو الأحياء يتحول إلى أدبي لا هو الأحياء والتطبيقي بنفس الفرع العلمي إذا لا سامح الله وعاد السنة فرح يكون هو في الفرع العلمي وكثير من المناهجية ممكن تكون متطابقة سوى بعض المواد هذه متجهة إلى التخصصات الهندسية والأخرى متجهة إلى التخصصات الطبية والأحيائية طيب أستاذ حيدر نستثمر تواجدك معنا للحديث عن العام الدراسي المقبل هل سيتأخر انطلاق العام الدراسي المقبل إلى ما بعد انتخابات تشرين وخصوصا أن المدارس تستخدم لمراكز اقتراع بالتأكيد ممكن أنه ما رح نتحدث عن أن تأخر العام الدراسي بعد الانتخابات من قدر ما كان هناك بالأمس موافقة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء على تأجيل امتحانات الدور الثاني لطلبة الصف الثالث المتوسط كان من المزمع أن تقام في الثاني من الشهر العاشر لكن هناك يوم عشر عشر هي الانتخابات في العراق بالتالي هذا رح يؤثر أنه تقريبا أكثر من 8200 مدرسة هي تحت تصرف المفوضية هذه المدارس ممكن أنه تستلم قبل يومين أو ثلاثة لتهيئ بشكل جيد للانتخابات ولا بالإمكان أنه تسلم في اليوم الثاني كون هناك أيضا أمور مرتبطة بالمفوضية موجودة داخل عودة استلام المدارس يحتاج إلى يوم أو يومين لترتيب القاعات الامتحانية لذلك تم تأجيل الامتحانات إلى الرابع عشر من الشهر العاشر أيضا هي فرصة ممكن للطلبة أن يتهيئون بشكل أفضل طيب سيدي هو اعتماد الدوام الحضوري سيكون لكل المراحل أم ستكون مراحل محددة من قبل؟ إلا الآن وزارة التربية لم تعلن الآليات بشكل كامل ولم تحدد موعد بداية العام الدراسي قد تكون مكتملة داخل الوزارة لكن أيضا هي بحاجة إلى نقاش لدينا عدة أمور أو عدة معطيات يتم العمل عليها أو هي التي تحدد يعني لدينا موقف وباء إضافة إلى ذلك لدينا موقف لقاحي أيضا ممكن أن هناك اجتماعات مع اللجنة العليا للصحة والسلام الوطني هذه كلها تحدد آلية كيف ممكن أنه يكون العام الدراسي هي بصدرة بعض القوانين الحد الآن في هذا ما يخص الآليات بما يخص العام الدراسي من وزارة التربية لم تصدر أي آليات لذلك تعمل كل المديريات العامة قد تكون هناك آليات موحدة وقد تكون هناك آليات منفصلة اليوم ممكن القرى والأرياف تختلف عن المركز فكثير من الأمور وزارة التربية هي القادرة وهي الكفيلة بأن تحل هذه الأمور وهذه الإشكاليات وتضع لها آليات مناسبة